اهلا بكم معنا الى فانورام الليلة هذا هو عنوان حلقتنا لكننا نتوقف اولا مع موجز باهم الامرى وفي الموجز حتى هذه اللحظة افاد مراسل العربية في اليمن ان هدوءا حذرا يسود الجبهة المحيطة بمدينة صعدة باستثناء منطقة العقاب التي شهدت اشتباكات متقطعة وعلى جبهة حرف سفيان تدور مواجهات عنيفة لا سيما في المنطقة الشمالية حيث تواصل قوات الجيش هجومها للسيطرة على الحيرة وواسط فيما تقصف بعنف مواقع الحوثيين في العمشية الى الشمال من حرف سفيان وقد اصفرت المواجهات عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين دفعت بهم الى تغيير قياداتهم الميدانية في حرف سفيان والعمار في جنوب السودان اندلعت اشتباكات امس بين مسلحين موالين لبولينو ماتيب احد الزعماء السابقين للحرب الاهلية بين الشمال والجنوب وبين قوات حاكم منطقة ولاية الوحدة في جنوب السودان وقال وزير الاعلام في حكومة جنوب السودان بول مايوم ان مشكلة اتصالات بين حرس بولينو ماتيب وحرس حاكم ولاية الوحدة وهي منطقة نفطية كانت سبب المعركة واضف وزير الاعلام ان قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان تلقت الامر بالتدخل في مدينة بينتيو موضحة انه تمت السيطرة على الوضع الامني مساء الجمعة اعلن مسؤول اممي في العاصمة الاندونيسية جاكارت ان نحو 4000 شخص لا يزالون تحت الانقاض اثر الهزة الارضية المدمرة التي ضربت جزيرة سومترا الاربعاء الماضي ودعا مكتب تنسيق المساعدات الانسانية التابع للامم المتحدة في اندونيسيا دعا الى مضاعفة الجهود ومسابقة الزمن لانقاذ اكبر عدد من الضحايا وانتشالهم من تحت الركام مشيرا الى ان المدة القصوى لفرضية العثور على احياء عادة ما تدوم خمسة ايام من وقوع مثل هذه الكوارث اما في الفلبين فضرب اعصار قوي الجزء الشمالي الشرقي من الارخبيل مسببا خسائر مادية كبيرة وقال مسؤولون ان الاعصار بارما وهو اقوى اعصار يضرب الفلبين منذ العام 2006 ربما لم يكن مدمرا كما كان متوقعا منذ وصوله الى اليابسة في مقاطعة كاجيان ذات الكثافة السكانية المنخفضة وقد جلب الاعصار بارما امطارا على طول جزيرة لوزون الرئيسة ولكن ليس بالكمية التي كانت متوقعة خاصة على الساحل الغربية طالبت الممثلة العالمية انجيلين جولي خلال زيارة هي الثانية لها خلال عامين الى سوريا طالبت المجتمع الدولي بعدم نسيان واجباته حيال الاعداد الكبيرة من اللاجئين العراقيين